ولا افرق افرق الامن البلد دي يبقى مستقر انما فيه خروج غير مسبوك خروج بمعنى كلمة الخروج وانا بناشد العقلاء بناشد دولة رئيس الوزراء دكتور مصابة مدبولي من فضل حضرتك تدخل سريعا تدخل سريعا حضرتك رئيس الوزراء مصر ولازم قرارات واضحة واجراءات واضحة والخروج عنها يحاسب ايا كان مصر ثم مصر ولايف اهلي ولايف رئيس مالك خالص لما نيجي هنا ننحل الدين جانبا مصر لازم تقص على ده كابتن خطيب كابتن حسين لبيب ارجوكو ارجوكو مصر اولا ارجوكو اللهم بلغت اللهم فشت على الهواء بقولي الكلام ده للجميع تحملوا المسئولية تحملوا المسئولية اللي عنده حاجة يتراجع شوية يعني كل واحد يسيب شويتين عشان خاطر بلدي عشان خاطر بلدكم ده تراجع وده تراجع ونبدأ نحل اللي موجود لكن الامر اللي انا شايفه خطير جدا وفي رقبة الجميع مش هاعفي منه حد والله ماعفي منه ولا واحد الاهل عامل اجتماعات والزمالك عامل اجتماعات الاهل مصاعد وزمالك مصاعد زمالك مصاعد والاهل مصاعد جمهور الاهل مصاعد جمهور الزمالك مصاعد الناس بيقيدوا الاعلام هنا وده بيقيد هنا كله تصعيد في بلد في بلد في قانون اتمنى وانا بقوله اتمنى دلوقتي قبل بكرة ان شاء الله مش عزاجي بكرة يبقى الموضوع لا عزاجي بكرة الاء الدنيا طلع كلام وقرارات وامور واضحة يلتزب بها الجميع من يتسبب في شيء يتق وانا بقوله على الهوى ارجو تاني بخاطب دولة رئيسة وزراء دكتور مصابة مدبولي لو سمحت دكتور اشرف صبح وزير شباب راض لو سمحت سيد كرام جابر رئيس مجلسة على الإعلام لو سمحت بتكلم الناس المعنية رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضة الراجل مسؤول عن الإعلام لو سمحت تدخلوا قبل فوات الأوان تدخلتوا قبل كده وعدنا فترة الحمد لله بعد كده الدنيا اليومين دول خرجت عن السيطرة لا في بلد في دولة دولة تقدر توقف كل واحد عند حده وبالقانون بالمناسبة بالقانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر